السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدأ الإضراب بشكل واسع في ألمانيا بعد استجابة سائقي القطارات العاملين بشكل رئيسي لدى شركة الخطوط الحديدية الألمانية للدعوة إلى الإضراب من قبل نقابة العمال لسائقي القطارات الـ GDL Gevekschaftsdeutsche Lokomotiv Fugha أدى إلى شلل واسع في حركة نقل الركاب في ألمانيا ليس فقط لدى شركة الخطوط الحديدية الألمانية Deutsche Bahn وإنما بعض الشركات المحلية الأخرى أيضا وكذلك تأثرت حركة الشحن والنقل أيضا بسبب إضراب سائقي القطارات لقطارات الشحن كذلك الذي بدأ في وقت أبكر البارحة الساعة السادسة مساء وأدى الآن أيضا إلى شلل في حركة النقل البضائع والشحن في ألمانيا وهذا سيؤثر أيضا بشكل أو بآخر على الاقتصاد الألماني بشكل خاص أن قطارات الشحن تقوم مثلا بنقل الفحم الحجري لمحطات الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية من ناحية ومن ناحية أخرى أيضا نقل الحديد والمعادن لشركات الصناعات المعدنية والأفران العالية في ألمانيا التي إذا كان الانقطاع أكثر من يومين أو ثلاثة أيام سيؤدي ذلك إلى أيضا أنهم سيضطرون إلى وقف عمل الأفران العالية طبعا في ألمانيا بشكل رئيسي حتى إذا كان الأضراب لمدة 24 ساعة المفروض أن ينتهي اليوم مساء الساعة العاشرة ولكن عادة الأمر يحتاج لعدة ساعات أو يوم أو يومين حتى تعود حركة القطارات إلى شكلها الطبيعي السابق بعد حتى انتهاء الإضراب المعلومات المتوفرة هي أن هذا الإضراب سيكون آخر إضراب لهذا العام وأنه لن يكون هناك إضراب جديد في هذا العام حتى 7 ينوى 7-1-2024 العام القادم وبعدها قد نشهد أيضا إضراب قد يكون أوسع من هذا الإضراب أكثر من مدة 24 ساعة إذا لم يتم الاتفاق حتى ذلك الحين على تحسين مطالب وظروف عمل سائقي القطارات في ألمانيا ننتقل الآن للموضوع التالي بعد أن بدأت ألمانيا بمراقبة حدودها بشكل ثابت أو حتى بشكل متنقل بشكل خاص مع بولندا والشيك والسويسرا وكما نعلم بشكل دائم يتم تمديد مراقبة الحدود مع النمسا فقد اتخذت الآن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزة عن حزب الاس بي دي قرار بتمديد مراقبة الحدود الألمانية لمدة شهرين على الأقل بعد تاريخ 15 ديزمبر 15-12 من المفترض أن الإجراءات الحالية حتى 15-12 كانت مقررة ووزيرة الداخلية أعلنت الآن عن تمديد هذه الإجراءات إيش werde دي فرübergehenden Kontrollen عن unseren Grenzen zu بولن تشيخن und der شويس über den 15 ديزمبر hinaus فميندستنس 2 مونات فلنغان على الأقل لمدة شهرين أي من المتوقع أن يتم حتى ربما تمديدها بعد ذلك طبعا هذا المطلوب طبعا باعتبارنا حدود Schengen يعني مطلوب دائما أيضا طلب يعني ذلك من قبل بروكسل يعني بشكل مركزي في الاتحاد الأوروبي الإحصائيات في الفترة الأخيرة تقول أن أعداد الذين يعبرون الحدود بطريقة غير شرعية تراجعت بشكل كبير ووزيرة الداخلية يعني عبرت عن ذلك أيضا بشكل واضح وصريح وقالت أن يضعون حياة الناس على اللعب أو يغاملون بحياة الناس فقد كانت إجراءاتنا ناجحة بسبب تراجع الكبير لعداد العبرين بطريقة غير شرعية للحدود وبالتالي تمديد الإجراءات الآن لمدة شهرين متتاليا ولكن هذا القرار لنكون موضوعين ونشوف كل الأوجه والجوانب لاقى أيضا الآن انتقاد من قبل نقابة عمال الشرطة في ألمانيا بسبب إشغال آلاف من أفراد الشرطة الألمانية الاتحادية البندس بوليتساي على الحدود سواء محطات المراقبة الحدود السابتة أو حتى المتنقلة فذلك وضع الشرطة على الحدود اعتبرت نقابة الشرطة أن هذا الإجراء ليس بالضرورة هو الإجراء الذي يساهم في تراجع أعداد طالبي اللجوء إلى ألمانيا وأن هذا الموضوع يجب حله في إطار قانون للجوء على مستوى الاتحاد الأوروبي بدل من إشغال الشرطة بالألاف على الحدود والأفضل هو أن يتم عمل أفراد الشرطة الألمانية في داخل المدن الألمانية لتحقيق الأمن والأمان داخل المدن بدل من إشغالهم بمراقبة الحدود بهذا الشكل الواسع نتقل الآن للموضوع التالي وهو الآن قرار بدء العودة إلى أخذ مرضية على الهاتف بدل من التوجه إلى الطبيب في فترة كورونا كما نعلم كان هذا ممكنا أخذ مرضية على الهاتف دون التوجه إلى الطبيب مباشرة لعدم نقل العدوى والآن عدنا إلى هذا الموضوع لأسباب رح نشوفها الآن والشروط رح نشوفها الآن بقرار من اللجنة المختصة في البرلمان الألماني للجنة الأطباء والمشافي وشركات التأمين الصحي اتفقوا بشكل جماعي على إعادة تفعيل هذه الميزة بأخذ المرضية على الهاتف ولكن بشروط حتى لا يتم إساءة استخدام هذا الموضوع يعني أيضا مقابل أرباب العمل لما يكون شخص مريض وغير قادر ما ستتعجه إلى العمل أو بشكل عامل إذا شخص مريض فيمكن أخذ مرضية يعني على الهاتف في الحالات أو بشروط التالية أربعة شروط رئيسية إذا كان الطبيب لا يقدم يعني استشارة على الفيديو عبر الإنترنت في عيادته إذن هذا غير ممكن وبالتالي يمكن الاتصال به للحصول على مرضية على الهاتف يعني دون التوجه إلى العيادة الشرط الثاني يعني الشخص المريض لازم يكون معروف لدى العيادة يعني طبيب مثلا هوس آتس معروف بيعرفني شخصيا عندي أكثر عنده بروح لعنده بشكل دائم وليس الاتصال بعيادة غريبة ولا مرة ما توجهت لأنه لازم أكون أنا معروف لدى عيادة الطبيب يعني عادة الطبيب العائلة هوس آتس ممكن أتصل فيه وقال لهم أنه بدي مرضية لأنه عندي يعني مرضان وعندي أعراض الشرط الثالث هو ما بسي تكون الأعراض سقيلة أو قوية جدا لأنه في هذه الحالة المرض حقيقي وبالتالي يجب التوجه إلى الطبيب ولا يمكن يعني فقط على الهاتف الموضوع ليس موضوع فقط أخذ مرضية وإنما أخذ العلاج النقطة الرابعة يعني أعلى نسبة حصول على المرضية هي خمسة أيام فقط إذا كان المطلوب أكثر من ذلك أو الموضوع أكبر من ذلك فيجب التوجه إلى عيادة الطبيب أما ما هو السبب الآن للعودة إلى أخذ المرضية على الهاتف سببين رئيسيين تخفيف العبء والضغط على العيادات بشكل واسع وكبير وأيضا عدم امتلاء العيادات ونقل العدوى الآن وخاصة مع انتشار الأمراض التنفسية بشكل واسع في فصل الشتاء والبرد والضغط كبير على العيادات فلهذين السببين الرئيسيين يلي برضه ليس قوي جدا يعني يمكن أن يأخذ مرضية على الهاتف أما سير هذه العملية حرفيا فهي عن طريق الاتصال بالعيادة بالطبيب شرح الموضوع ثم يعود الطبيب إذا تحققت هذه الشروط يعود الطبيب للاتصال بالشخص لسؤاله مثلا على الأعراض أو الأسباب وبعدها يتم أخذ القرار إذا كان سيتم إعطائه المرضية ولكم يوم ننتقل الآن للموضوع التالي استمرار أزمة الموازنة في ألمانيا وعدم القدرة الآن على تحقيق تخطيط كامل للموازنة للعام القادم 2024 وبالتالي فإن البرلمان الألماني في هذا العام لن يكون قادرا على المصادقة النهائية على ميزانية العام القادم وبالتالي الأحزاب السلاسة الحاكمة الآن يعني وإن كانت لا تزال طبعا في حالة مفاوضات لإيجاد حل لسد الصغرة على الأقل موجود الآن بقيمة 17 مليار يورو في ميزانية العام القادم الموازنة بحاجة لموافقة البرلمان الألماني اللجنة المختصة طبعا مجتمعة ويتم النقاش ولكن حتى لو تم الاتفاق على طريقة لسد هذه الصغرة في الموازنة فإنه لن يكون ممكن المصادقة على الموازنة في هذا العام وبالتالي تأجيل موضوع إلى العام القادم وبالتالي ستدخل الموازنة الألمانية الآن في حالة يعني في مرحلة انتقالية وسيكون الانفاق ممكن ولكن بشكل يعني محدود لتفعيل يعني عمل إدارات والدولة يعني استمرار عملها بشكل طبيعي مثل الفترة الانتقالية بعد انتخابات عندما تمارس للحكومة القديمة عمالها رئيسا ما تستلم الحكومة الجديدة للحكم يعني لا يوجد اتخاذ إجراءات كبيرة أو قرارات كبيرة أو صرف أموال كبيرة فبالتالي من المتوقع أن يتم تأجيل الآن حسب الآن نشرة يعني اسمس تم إرسالها إلى عضاء من حزب الاس بي دي للقيادات أيضا بأنه لن يكون ممكن حل أزمة الموازنة في هذا العام ننتقل الآن للموضوع التالي آخر الإحصاءات الرسمية في ألمانيا من قبل الإعلام الرسمي الألماني حول مدى رضا الشعب عن أداء الحكومة الحالية أو المستشار الألماني ونشوف أيضا مواقع الأحزاب الرئيسية حسب استطلاعات الرأي حسب دورستان باروميتر تريند فإنه حاليا في ألمانيا الشعب الألماني تراجع تأييده للحكومة الحالية حكومة التحالف لإشارة الأحزاب الثلاثة 17% من أكتوال تفريد من تأبايت السكابينتز 17% راضين عن عمل الحكومة الحالية 18% من أكتوال تفريد من أداء الحكومة الحالية 82% أقل رضا أو غير راضين عن أداء الحكومة الحالية أما بالنسبة لأداء المستشار الألماني شخصيا حزب الاسب دي وكرئيس الحكومة الألمانية فأيضا نسبة التأييد له حاليا أكتوال زينتنو 20% من تأبايت السكابينتز 20% فقط من الشعب راضي عن أداء المستشار كرئيس الحكومة عن حزب الاسب دي أما استطلاعات الرأي دورستان باروميتر تريند للأحزاب الرئيسية الآن في ألمانيا لدينا ثلاثة أحزاب في الحكومة كما نعلم أصبح الآن حوالي عامين في الحكم وباقي لها عامين أيضا في الحكم ولكن الملحوظ الآن أن المعارضة تتصدر الآن استطلاعات الرأي بشكل كبير الأحزاب السلاسة الحاكمة ليس أي حزب منها الآن في المراكز الأولى يعني أول أو الثاني في استطلاعات الرأي في المركز الأول الآن في ألمانيا وبفرق كبير حزب الأنيون يعني الـ CDU-CSU اتحاد الديمقراطي المسيحي بشكل رئيسي بنسبة 32% وفي المركز الثاني حزب الـ AFD بنسبة 21% أيضا يعني النسبتين فوق الخمسين بالمئة وبعدها الآن تأتي الأحزاب الحاكمة في المركز الثالث الآن تقدم لحزب الخضر حتى على الـ SPD رغم تراجع الجميع فحزب الخضر الآن بنسبة 15% وحزب الـ SPD 14% لا فقط عن ما أنه الـ SPD هو الحزب الأكبر هو الحزب المستشار منه والممثل الأكبر في الحكومة الحالية ولكن نسبته أقل من حزب الخضر إذن حزب الخضر هو في المركز الثالث في المركز التالي الآن حزب الـ FDP أيضا الحكومة الحالية خاصة لنا 4% فقط وهذا يعني لو تم إجراء الانتخابات حسب استطلاعات الرأي هذه فإنه حتى لن يكون قادر على دخول البرلمان الألماني نعرف درسنا في إسلتفحص الجنسية 5% الـ 5% هي المطلوبة لدخول البرلمان الألماني حزب الـ FDP تحت هذه الـ 5% عندها 4% فقط الأحزاب الأخرى يعني اللينك حزب اليسار 3% بعد تشارزهم الحزب والفخاية فيلا 3% والأعضاء الآخرين حوالي 8% ننتقل الآن للموضوع التالي أعلن شركة الـ DPD لنقل الطروض بشكل رئيسي في ألمانيا عن رغبتها أو اضطرارها الآن لتسريح حوالي 1400 عامل ولكن على مدى العامين القادمين الآن بشكل واسع في ألمانيا علما أنه يعمل لدى هذه الشركة في ألمانيا 9600 عامل في مجال نقل الطروض بشكل رئيسي هذه الشركة الـ DPD أعلنت عن الأسباب أيضا للآن تخفيف عدد الموظفين العاملين لديها بشكل رئيسي فإن هذه الإجراءات تعود إلى وضع السوق الصعب أيضا ارتفاع التكاليف المرتبطة بالتضخم سبب ارتفاع الأسعار والتضخم والأجور كما نعلم فإن رتس كن فعلت أيضا تغير سلوك الزبائن ما المقصود بذلك تحديدا في فترة كورونا في فترة الجائحة واللوكداون بقي الناس بشكل واسع في بيوتهم وقاموا بدل من الشراء بشكل مباشر من المحلات قاموا بالطلب والشراء عبر الإنترنت وبالتالي تكليف شركات نقل الطروض بشكل واسع لنقل الطلبات إلى البيوت فهذا أدى إلى نشاط كبير لدى شركات النقل وأرباح كبيرة لديهم أيضا بسبب فترة الجائحة يعني هذا وبقى الناس في بيوتهم ولكن بعد انتهاء الجائحة عاد طبعا الناس بشكل طبيعي إلى الشراء أيضا بشكل مباشر من المحلات بدل من الطلب فقط عبر الإنترنت وبالتالي عاد وتراجع أداء أو الضغط على شركات النقل وبالتالي حسب قولهم فإن هذا أحد الأسباب أيضا الآن لإضطرارهم لتسريح عدد من العمال العلما أنه الإحساس هو دائما أنه شركات النقل وخاصة في مجال الطروض يعني يبحثون بشكل دائم عن عمال ولكن هذا قرار الآن من شركة الدي بي دي وهيكم كنا عملنا جولة واسعة أقدمت لكم بشكل سريع مختصر مفيد مباشر قدر الإمكان تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته